اشتركوا في القناة يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك مالي ومالي الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك مالي ومالي الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك مالي ومالي الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك وتلمست نفس السبيل إلى النجاة فما رأيت أعز من من جاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فرأيت هذا السر في تقواك فأجب دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا ولدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وبعد بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان واحة العلم ونحن بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة الطيبة المباركة في الحلقة الثالثة من شرح الكتاب القيم الداء والدواء للإمام بن القيم رحمه الله رحمة واسعة وكنت قد وقفت في نهاية الحلقة الثانية عند مراتب الدعاء مع البلاء قلت ودائما أدندن على هذه الفقرة أقول منبها أقول منبها الأباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات أنبه الجميع على التركيز بإذن رب البريات وأقول مؤصلا منذرة بقول الشيخي رحمه الله واعلم أن مراتب الدعاء مع البلاء على ثلاثة مر ثانية واعلم أن مراتب الدعاء مع البلاء على ثلاثة أي على ثلاثة أقسام الأول أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه مر ثانية أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفع الكلام واضح للغاية بمعنى أن يخرج الدعاء من القلب العاقلي الذي رمى الدعاء كرمية السهم إلى الغرض فأصاب السهم الغرض حيث خرج الدعاء من قلب طاهر من جسد طاهر فإنه يشق الأجواء من سماء إلى سماء حتى يصل إلى العرش فيستجيب رب الأرض والسماء أكرر إما أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفع بمعنى أن الدعاء خرج قويا من العبد لماذا؟ لأن الدعاء خرج مضبوطا بالضوابط الشرعية فاستجابه ربنا جل وعلا فكان أقوى من البلاء فدفع البلاء أكرر ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يرد القدر إلا الدعاء لأن الدعاء قادر أيضا فافهم وافهمي يرحمكم الله يبقى أول حاجة أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه الثاني أن يكون الدعاء أضعاف من البلاء فيقوى عليه البلاء بمعنى أن يكون الدعاء ضعيفا بمعنى أن الدعاء لم يخرج قويا من قلب العبد من قلب الأمة لله جل وعلا ما خرج الدعاء قويا من الجسد الطاهر كما ينبغي من القلب الطاهر كما ينبغي بالشروط المرجوة كما ينبغي بالآداب المرجوة كما ينبغي ولذلك كان البلاء أقوى من الدعاء فماذا يجري فيصاب به العبد أي يصاب العبد بالبلاء لكن يخففه وإن كان ضعيفا الثالث يبقى أول حاجة أن يكون الدعاء أقوى من البلاء الثاني أن يكون الدعاء أضعف من البلاء الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد صاحبه أن يتقاوما ويمنع كل واحد صاحبه بمعنى أن الدعاء كان بمنزلة البلاء استوى هذا مع ذاك فقاوم هذا ذاك وكل يدفع صاحبه والأمر بيد الله جل وعلا والدعاء يجلب المصالح ويدفع المفاسد أكرر والدعاء بإذن الله طبعا يجلب المصالح ويدفع المفاسد الدنيوية والأخروية ولذلك في الحلقة الماضية أتيت لكم بدلالات كثيرة من دلالات الكتاب أي بأدلة كثيرة من كتاب الله جل وعلا وفي هذه الليلة الطيبة المباركة آثرت أن أتم الأدلة من كتاب الله جل وعلا هي كثيرة للغاية لكني أخذت أمثلة على سبيل الأمثلة لا على سبيل الحصري بالنسبة لها أختموا بدعاء آخر من كتاب الله جل وعلا كنت قد بدأت به قلت لما ذكر تعالى قصة زكريا أكرر لما ذكر ربنا جل وعلا قصة زكريا وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مرة ثانية أؤكدها أن الله جل وعلا استجاب دعاء زكريا وإن أتيت لكم بدلالات الكتاب من خلال دعاء زكريا في الحلقة الماضية قلت لما دعى ربه وألح على ربه في الدعاء ماذا جرى؟ استجاب الله جل وعلا له رغم أنه رجل كبير مسن كهل أهرم يعني بلغ من العمر تعدى المئة عام أما الزوجة قلت لكم كانت قد تعدت التسعين عاما فرضا عن ذلك كانت عقيمة فأصلحها الله جل وعلا ثم أوجر الله منهما الولد الزكي الطاهر بفضل دعاء بإذن الله وكان ذلك آية من آيات الله جل وعلا واستجابة لدعاء النبي زكريا صلوات الله وسلامه عليه قلت ثم عطف في كتابه جل وعلا بذكر قصة مريم مرة ثانية فعطف الله جل وعلا بقصة مريم ولذلك يقول القائل لماذا عطف الله جل وعلا قصة مريم على قصة زكريا عطف قصة مريم في إيجاد الولد منها دون الأب أي أن الله جل وعلا جعل منها آية عظمى وأوجد منها مخلوقا بلا ذكر أي بلا أب وهذه آية عظيمة من آيات الله جل وعلا ولأنها تتشابه وتتناسب مع ما كان من أمر زكريا فإن الله قد قرن بينهما انظر إلى التشابه والتناسب بين الإثنين أما زكريا فهو رجل قد تعدى المئة عام أما زوجته فهي عقيم نعم وتعدت التسعين عاما وكانت عقيمة ولذلك أوجد الله الولد من العقيم بعد إصلاحها وأما مريم فإنه لم يقربها بشر ولم تك بغية بل هي الطاهرة التي استفاها الله جل وعلا على نساء العالمين فأوجد منها الولد دون الوالد ولذلك كانت المناسبة وكانت المشابهة عظيمة بين هذه وبين تلك فعطف الله بين القصتين فعطف الله بين القصتين في آل عمران وفي مريم وفي الأنبياء وكرر طرى العطفة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء في ثلاث سور في السورة الأولى في آل عمران في السورة الثانية في سورة مريم في السورة الثالثة في سورة الأنبياء قلت قرن بين القصتين للتقارب بينهما في المعنى ليدل عباد أي ليدل ربنا جل وعلا عباده مفعول مفعول به منصوب الفتح ليدل عباده على عدة أمور أولا على قدرته ثانيا على عظيم سلطانه ثالثا على أنه على ما يشاء قادر يبقى أول حاجة على القدرة الثانية على عظيم السلطان الثالثة على أنه على ما يشاء قادر سبحانه وتعالى ولذلك قال ربنا جل وعلا بنا نتمتع الآن من اللحظة هذه أقول بنا نتمتع هذه مقدمة التي مرت الآن بنا نتمتع كلمة كلمة ربنا جل وعلا يقول في الكتاب المحكم العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي وعد بحفظه إلى أن يريث الأرض ومن عليها من باب قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون يقول جل وعلا واذكر أيام محمد صلوات الله وسلامه عليه واذكر في الكتاب مريم الله أكبر أقول لأبائي لأمهاتي لإخواني لأخواتي لأبنائي لبناتي بنا نتمتع مع كلام الله جل وعلا واذكر في الكتاب مريم من هي مريم ما قصاتها ما أمرها انظر واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا الله أكبر إنها دعوة الأم إنها دعوة الأم لما قالت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذرياتها من الشيطان الرجيم أن للشيطان أن يكون له طريق إلى مريم أن للشيطان أن يكون له مدخل إلى مريم الطاهرة المصطفى من الله جل وعلا وإي كأني أتذكر الطهرة كله في قول الله جل وعلا انظر يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وتهارك واستفاك على نساء العالمين الله أكبر على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك انظر وطهارك واستفاك انظر إلى الأولى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك بمعنى أن الله جل وعلا اختارك بسبب دعاء الأم ولأن الله جل وعلا استجاب هذا الدعاء ولذلك ماذا جرى لما قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن فجاء الاصطفاء من خلال هذا الأمر انظر وطهارك فهي الطاهرة المطهرة النقية التقية ولذلك قال واستفاك مرة ثانية الاستفاء الأول ثم الاستفاء الثاني وأما عن الاستفاء الثاني بسبب عبادتها وبسبب تبتلها وبسبب ركوعها وسجودها لله جل وعلا إذن الاستفاء الأول كان من جراء الدعاء ومن جراء العبادة ومن جراء البعد عن الناس إلى خدمة دين الله جل وعلا وأما الثاني فلأنها تفوقت على نساء العالمين في العبادة في الركوع في السجود في التبتل في الذكر إلى آخره فاصطفاها جل وعلا ولذلك جعل منها آية عظيمة وهي التي نتعرض لها بعد قليل واذكر في الكتاب ماريا إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا الله أكبر ضربت بحجاب بينها وبين قومها بينها وبين الرجال لماذا؟ لأنها الطاهرة لأنها النقية لأنها التقية لأنها لا تريد أن ترى لأنها لا تريد من أعين الرجال لأن تقع عليها لماذا؟ إنها علمت تمام العلم أن الله ما خلقها إلا لعبادته من باب قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولذلك فرغت قلبها من الدنيا فرغت قلبها من الناس فرغت قلبها من كل شيء إلا من ذكر الله جل وعلا ولذلك سميت بمريم البتول وذلك لكثرة تبتلها وعبادتها لله جل وعلا قلت ضربت الحجاب ولذلك على جميع النسوة على كل مرأة صالحة على كل أخت صالحة على كل بنت صالحة أن تتعظ من ذلك وأن تتعلم من مريم في أن المرأتها كانت تقية كانت نقية كانت طاهرة مصطفى من الله جل وعلا بسبب دينها بسبب سمو أخلاقها ولذلك قلت فاتخذت من دونهم حجابا انظر ماذا جرى فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل فتمثل لها بشرا سويا أي دخل عليها بشرا تراه كما ترى البشر ويكأني أتذكر الحديثة الوالدة عند الإمام البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح من طريق عمر طارة ومن طريق أبي هريرة طارة بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثغب شديد سواد الشعب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تصوم رمضان وأن تؤتي الزكاة وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا يسأل ويصدق وعند النساء وما رأينا أشد توقيرا للنبي من هذا السائل ثم قال يا محمد ما الإمام؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدق فعجبنا يسأل ويصدق ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراه إلى آخر الحديث وفي النهاية قال صلى الله عليه وسلم انظروا من السائل فبحثوا فلم يجد شيئا قال إنه جبريل جاء كي يعلمكم أمور دينكم أي هذا السائل كان جبريلا بمعنى أن جبريلا دخل بشرا سويا على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنهم وصفوه ووصفوا ثوبه ووصفوا شعره قالوا دخل علينا رجل شديد بياض الثوب ثوب أبيض ناصع شديد سواد الشعر كمن الشعر وصفوه لا يرى عليه أثر السفر وقالوا بأنه رجل ولذلك هو دخل على مريم بشرا سويا حينما نقول فاتغذت من دونهم حجابة فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا لما رأت هذا وقد دخل عليها وإن العلم بأن خباءها لا يدخله رجل ولا يطلع عليها رجل على الإطلاق لأنها حجبت بينها وبين الرجال انزعجت وخافت واضطربت الله أكبر انظر بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا الله أكبر ما قالت ما اسمك ولما دخلت عليه ولا دخلت في كلام مباح لا وربي بل إن حياتها على الذكر وإن لسانها على الذكر وإن أمرها على الذكر وإن حياتها على الطهر قالت أول ما يخرج من لسانها إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا لأنها رأت أمارات التقوى على وجهه فعلمت أن تذكيره بالله جل وعلا يعيده إلى الحق وإن دعاه شيطانه إلى الباطل إن كان بشرا نعم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون التقي حينما يأتي الشيطان إليه ويوسوس إليه ثم يعانج أمره إليه حتى يأخذه إلى المعصية فإنه لا يلبث أن يتذكر أن الله على كل شيء قدير فيخشى الله جل وعلا فيعود إلى ربه وينتهي ولذلك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا الله أكبر حينما نقول أنه قال لأهب لك يقول قائل إنه يقول لأهب لك أي أنه موكل مأمور من قبل الله جل وعلا بأن يعلمها بأن الله جل وعلا سيمن عليها بالولد دون الوالد آية من الله جل وعلا ولذلك انظر إلى القراءة الثانية قراءة عمرو ابن العلاء وهو أحد مشهور القراء انظر إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا هذه قراءة أبي العلاء انظر ليهب لك غلاما زكيا أي ليهب الله لك غلاما زكيا أما القراءة التي نقرأها برسم العثماني في المصحف لأهب لك غلاما زكيا الله أكبر قال علماؤنا وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكل القراءتين له وجه حسن ومعنى صحيح وكل يستلزم الآخرة ليهب لك لأهب لك ولذلك انظروا لأهب لك غلاما زكيا انظر إلى الأجب انظر إلى التقى انظر إلى الورع انظر إلى الطهر وانظر يا أختاه لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لغلام انا اي كيف كيف يكون لغلام انا يكون لغلام كيف انني ألد انا يكون لغلام ولم يمسسني بشر اي انني ما تزوجت وما اقترب مني زوج انا يكون لغلام ولم يمسسني بشر انظر ولم اكو باغية ولم اكن فاجرة افعل فعل الفاجرات والعياذ برب البريات بمعنى انها تقول كيف لها بالولد رغم انها لم تتزوج ولم ترتكب معصية الزنا لانها هي الطاهرة المطهرة التقية النقية انظروا الى الاجابة ان يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم اكو باغية قال كذلك قال ربك هو علي هين اي على ما يشاء قادر لانه هو الذي خلق الخلق جميعا فلا يعجزه هذا الامر هو علي هين انظر ولنجعله اية للناس اية للناس نعم انه اية مولود يولد من انثى دون ذكر اية من اعظم الايات من قبل رب البريات ولنجعله اية للناس انظر اية للناس يقول قائل ما معنى الايه قالوا دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم شهد العند له دعلامة ودلالة للناس جميعا على ايه على قدرة البارئ على قدرة الخالق جل وعلا الذي نوع في خلق الناس يسألني مشاهد وتسألني مشاهد الآن كيف نوع الناس في خلقهم اقول هي صور اربع خلق الله مخلوقا بلا ذكر ولا انثى واحد خلق الله مخلوقا من انثى وذكر اثنين خلق الله مخلوقا من ذكر دون انثى ثلاثة خلق الله مخلوقا من انثى دون ذكر اربع نوضح اول حاجة خلق الله مخلوقا بلا ذكر ولا انثى اي بدون ام ولا اب خلقه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هكذا كان ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كيف انظر الى قوله جل وعلا يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب اي ادم خلقه الله جل وعلا من تراب ثم جعله ادم بلا ذكر ولا انثى اي بدون ام ولا اب وهي معجزة عظيمة 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 بلا ذكر ولا انثى انظر الصنف الثاني من انثى وذكر الى انا وانت لي ام ولي اب يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب دي السورة الاولى انظر ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض ذلل عمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الى اخره بمعنى السورة الثانية جاءت من جماع الرجل مع اهله فكانت النطفة التي تحولت الى علقة ثم تحولت الى مضغة بمقدار ما يمضغ في الفن ثم صورها الله جل وعلا فكانت جنينة ثم كانت باذن الله جل وعلا ذكرا او انثى ثم كانت طفلة ثم كانت شابا او شابة ثم كان المخلوق باذن الله جل وعلا ثم الى الوفاة بعد الهرم ولذلك واكد اذا السورة الاولى مخلوق بلا ام ولا اب وهو ادم السورة الثانية مخلوق من ام واب انا وانت وجميع المشاهدين والمشاهدات السورة الثالثة مخلوق من ذكر دون انثى يعني فيه ذكر بس ما في انثى امر عجيب شاق وهي حواء خلقها الله جل وعلا من ضلع ادم الحي كما في رواية ابن عباس وكما في الحديث الصحيح المرفوع استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع اعوج وان اعوج ما في الضلع اعلا فان ذهبت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها على عوج الصورة الرابعة مخلوق من انثى دون ذكر وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه عيسى صلى الله عليه وسلم خلقه الله جل وعلا من انثى دون ذكر قالت انا يكون لغلاء ولم ينسسني بشر ولم اكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضية قضى الله بذلك انظر وكان امرا مقضية فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاء اهل المخاط الى جذع النخل قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فاكلي واشربي وقري عين فاما طريين من البشر احد فقول اني نذرت للرحمن صوم فلن اكلم اليوم انسية فاتت به قومها تحمله قالوا لما حملت الصغير عيسى صلى الله عليه وسلم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا اتيت بفريا اتيت بجرم عظيم يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا ده مولود لسه لحم لحم قطعة لحم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية انظر للعزة وصليها قال اني عبد الله لسه مولود لسه مولود نطق باذن الله آية قال اني عبد الله ولم يقل انا الرب ولم يقل انا الله ثانيا لم يقل انا بن الله ولذلك انحرفت فئات عظيمة منهم من ادعى ان المسيح بن الاله وهذا كفر بالله ومنهم من ادعى ان المسيح هو الله وهذا كفر ايضا بالله ومنهم من انصف فقال ان المسيح عبد رسول لله فهذا هو الذي امن بالله كما ينبغي ركز معي وايضا في امر مريم اختلفوا على طوائف اليهود عليهم من الله ما يستحقون قالوا انه من زنة وقالوا انه من الجندي باربار عليهم العائن الله بل هو طاهر مطهر وامه طاهرة مطهرة اصطفاها الله وطهرها الله واصطفاها على نساء العالمين هو نبي كريم من نسب كريم ومنهم من الذين الدعو التبعية له من قالوا انه من ام طاهرة لكن نسبه فيه من كذا وكذا من النساء من عندهن زن المحارم قطع الله السنتهم وبر الله وطهر ساحة المسيح صلوات الله وسلام عليه فانه طاهر وامه طاهرة ونسبه طاهر ومن اعتقد ان المسيح ابن زناء فهو كافر وليس بعد الكفر ذنب بل هو الطاهر من الذرية الطاهرة ومريم هي الطاهرة التي اصطفاها وطهرها واصطفاها ربنا جل وعلا وهي من بيت الى الى داوود من نسب ونسل داوود صلوات الله وسلامه عليه اذا نسب كريم واصل طاهر شريف المهم قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة مادم تحي انظر وبرا بوالدتي ولم يقل وبرا بوالدي فأنا لكم أن تنسبوا لله الوالد يا من قلتم أن له والد انظروا وبرا بوالدتي ولم يقل بوالدي لأنه ليس له والد ليس له والد إنما هو آية من آيات الله جل وعلا إذن له أم طاهرة مصطفى مطهرة مصطفى من الله أما الوالد فلا لأنه خلق من أنثى دون ذكر وهذا من التنوع الذي يدل على قدرتي وعظمة الله جل وعلا في خلقه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا انظر والسلام علي يوم ولد هو الإله يولد قل هو الله أحد واحد الله الصمد المقصود في طلب الحوائج إذ أن الكل بحاجة إليه أما هو فمستغن عن الخلائق كلها وقيل الذي لا جوف له الله الصمد لم يلد لم تصدر عنه ولادة ولم يولد ولم يصدر هو عن ولادة مش مولد أبدا ولم يكن له كفوا أحد ليس له شبيه ليس له مثيل تعالى عن الشبيه تعالى عن المثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولذلك قال والسلام علي يوم ولد وهذا من صفات النقص من صفات البشر أما الإله له صفات الكمال المطلقة هذا يولد إذن له بداية ويموت له نهاية إذن هو ليس بإله انظر والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث بالبناء للمجهول أبعث أبعث أن يبعثني الله جل وعلا أن يبعثني الله جل وعلا يعني زي زي الآخرين هاي أبعثني واحد اللي هو ربنا أهو والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث هيا الله أكبر جلالة آل مهم الغاية من الأمر أن الله استجاب الدعاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بارك الله فيك أبا عمر وبرك الله لك في أهل بيتك أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يزكيك وأن يجعلك من الصالحات الربانيات اللهم أمين بارك الله فيك شيخ نالي سؤالين السؤال الأول يقول الله سبحانه في تورة غافر وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين والسؤال هل استحقاقهم لدقون جهنم كان بسبب استكبارهم عن العبادة على وجه العموم أم بسبب استكبارهم عن الدعاء خاصة وكيف يكون الاستكبار عن الدعاء والسؤال الثاني ما حكم التكلف في الدعاء وجعله على نظم واحد كالشاش وجزاكم الله خيرا زاك الله كل خير أسئلة مباركة وقوية جزاك الله كل خير طيب أدخل بإذن الله جل وعلا وأقول ما ذكرت الأمر برماته الذي تحدثت فيه إلا كي أثبت باركة الدعاء بإذن رب الأرض والسماء حينما استجاب الله جل وعلا من زوجة آل عمران استجاب الله جل وعلا دعاءها فكانت الثمر المباركة في مريم التي وإن دل الأمر على الاصطفاء في أمرها كما ذكر العلمة أنها سامية أنها نقية فوق النساء وكفاها ما قال ربنا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وتهرك واستفاك على نساء العالمين ثم ببركة الدعاء أيضا فإن الله جل وعلا قدر منها الولد دون الوالد أي خلق منها أي جعل منها آية انظر آية تدل على عظيم سلطانه وعلى قدرته وعلى أنه على ما يشاء قادر فأوجد منها تنوعا أوجد منها نوعا من الخليقة لم يكن الناس على علم به لم يكن الناس على علم به بمعنى أن الله خلق منها مولودا بلا ذكر أي بلا والد بلا والد له أم وليس له أب وهذا هين على الله جل وعلا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا فضل فضل نبي يسأل بس أنها وضعت مفلك من المال نعم مش واضح فضل السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم يعني لو يطول الأمر سلام عليكم الانتصال الثاني سلام عليكم سلام عليكم رحمة الله أهلا وسهلا حياك الله وبياك واجعل الجنس مسوينا ومسويك أولا قال الله تعالى أدعوا ربكم تدرعا وخفيا إنه لا يحب المات بيه وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو لا يرادة ولنا في سيدنا إبراهيم بسوة حسنة حينما قال رب هبني من الصالحين فماذا كانت النتيجة إنه فكاذبت النتيجة فبشرناه بغلام حليم فلماذا لندى الله تعالى ولو كان رزقنا في قاع البحر لآتانا به فالله مولانا ولا مولى سبا الله خلق الخلائق كلها والعرش ثم علي عليه ولاه فالكون مملوء بأسرار ولا يعلمها إلاه قال قمر ضوء لا نهاية له سبحان من سواه كالشمس تشرق ويأتي نورها وهي تعلم أن لا رب لها إلاه كالشمس يجري في البحار جميعها ويسبح الرب الذي أحباه سبحان رب الحلمه والجوده وهذا كله من صفات علاه وقزاكم الله خير ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته إذن قلت ما كان هذا إلا بسبب ثامرة الدعاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللسان عمر الفاروق وقلبه أجر الحق على لسانه وقلب محمد عبد الملك الضومي اللهم أمين اللهم أمين أسأل الله أن يحشرك معهم صلى الله عليه وسلم اللهم أمين ولك بمثل فإن صدقنا الله في الدعاء صدقنا في الإجابة تمام شيخنا الحبيب فضل إلي سؤال بس خارج الحركة تفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس جسد مرأة لا تحل له وفي رواية يدر مرأة لا تحل له نعم حدنا شيخنا نعم حدنا في كرياتنا أريف نعم عندما يحدث حريك يخرج الرجال ويخرج النساء ويخرج الشباب والفتيات ويحدث اختلاط وربما يكون في هذا الاختلاط ناس غير مسلمون وليجوز هذا الاختلاط حاضر أوضحه بإذن الله ومعذرة للإطالة يا شيخنا الحبيب لعلى رأسي ذاك الله خير الكلمة الطيبة مداخلة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وساما حياك الله كيف حالك يا شيخنا الفاضي حيا للحبيب حيا للطيب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وايكم والمشاهدين على عقوب المصطف اللهم امين الله مامين صلى الله عليه وسلم وأن لا يحرمنا منك في الدنيا ولا في الاخر أسأل الله أن يبارك في عمرك زاق الله خيرا على الدعاء الطيب الله يبارك لنا فيك والله يا شيخ أنت في قلوبنا وأنت في روحنا وأنت ورادن علينا وأسأل الله أن لا يحرم المسلمين جميعا منك يا فضيلة الشيخ والله أنا خادم لك ولإخوانك وللمسلمين جميعا أسأل الله أن يبارك لنا في عمرك ويبارك لنا في عمرك ويميع المؤمنين أن تفع بك فضيلة الشيخ أسألك الدعاء لأبناء محمود والحسين أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم قرة عين لك ولأمهم أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم سببا في دخلكم الجنة أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم من الأبرار ومن الربانيين ومن العلماء بارك الله فيك ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا لي عندك رجاء الله يرضى عليك أمرني أريد رقم فضلتك الخاص بك موجود حاضر على رأسي على رأسي حياك الله أهلا وسهلا طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا حفظك الله أسأل الله أن يبارك في عمرك وفي عملك وفي علمك وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يجعلك من رب بنيات بنا يباركين في قناة الرحمة يا رب في كل العاملين عليها ولك بمثل بل وصبحت يا شيخ فضلي أنا عايز أسأل حضرك بس كده بعد الأسئلة نعم الوقت يا شيخ أنا حسن إيماني نزل وحسن أن أنا مش بقيت بسمع يعني بلاش أسمع القرآن كتير بقيت يعني الانتزام لا إقل حضرك تنصحني بإيه وأي نصيحة حضرك تنصحني بيها أنا هسمع من حضرتك حاضر على رأسي إن شاء الله على رأسي أسأل الله أن يقوي إيمانك أسأل الله أن يبارك فيك أسأل الله أن يجعل الذكر دائما في صدرك أسأل الله أن يشرح صدرك بالإيمان إن شاء الله حاضر على رأسي طيب أقول بإذن الله جل وعلا وإن كنت قد خرجت من دلالات الكتاب الآن لأن الدلالات كثيرة للغاية حتى يتسنى لي أن أنتقل بإذن الله جل وعلا إلى عنصر أو محور ثاني ربما يقول مشاهد أو تقول مشاهدة الآن إن الشيخ يأتي بدلالات الكتاب نريد البعض من دلالات صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم ونريد أيضا بعضا مما جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عصر الكبار التابعين أو صات التابعين صغار التابعين لأن هؤلاء الذين تذكرهم يا شيخ ربما يعني جعل الله لهم ذكرى كانوا أنبياء كانوا صدقين إلى آخر هذه الأمور أمضي بالترتيب بإذن الله جل وعلا وآتي إلى هذا النموذج وأقول أنتقل إلى بعض دلالات صحيح سنة على السريع جدا حتى يتسنى لي أن أنتهي من حلقة الليلة وأن أدخل بإذن الله جل وعلا في آفات الدعاء قلت هناك ما يدل دلالة صريحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن الدعاء كثير جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه آتي بالبعض مثلا ما جاء في صحيح مسلم هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كانت أمه كافرة وكان إذا دعاها للإسلام تقول في النبي صلى الله عليه وسلم قولا غليظة أي أنها كانت تقدح في النبي صلى الله عليه وسلم وذات يوم ذهب أبو هريرة إلى أمه كيدعوها لدين الله جل وعلا فقالت في النبي قولا شديدة أي غريظة أي قبحت في النبي صلى الله عليه وسلم أي تكلمت وقدحت في النبي صلى الله عليه وسلم فبكى أبو هريرة انظر إلى الفقه في المسألة إن أبو هريرة لما قدحت أمه في النبي وقالت في النبي صلى الله عليه وسلم قولا غليظة انظر إنه بين أمرين بين حبه لمحمد صلى الله عليه وسلم بين حبه للنبي الذي أمر باتباعه بين حبه للإمام المقدم والرئيس المبجل صلوات الله وسلامه عليه وبين ما يفرضه دينه عليه تجاه أمه من بر وعدم العقوق ولذلك ما صفع وجهها ما لطمخدها ما قبح لها ولكنه بكى ثم ذهب إلى النبي كي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه ليس على علم بما يفعله تجاه ذلك إذن لا بد له من العودة إلى العلم لا بد له من العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني دعوت اليوم أم أبي هريرة إلى الإسلام فقالت فيك كذا وكذا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام ما كان من أبي هريرة إلا أنه استبشر بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك عجل إلى داره حتى وصل الضار فجاء كي يفتح الباب فسمع خضة الماء فقالت له مكانك يا أبهر مكانك كانت تختسل مكانك يا أبهر فوقف مكانه حتى إذا لبست درعها دخل أبو هريرة فإذا هي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله واستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة كما ورد في صحيح مسلم والحديث له تكملة في الدعوة بحب أبي هريرة وحب أم أبي هريرة ولذلك أقول إن للدعاء الأثر الخطير والعظيم وإنه بإذن الله يجلب المصالح ويدفع المفاسد الدنيوية والأخروية الثاني على سبيل السرعة دعاؤه لابن عباس ومن هو ابن عباس إنه ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه إنه حبر الأمة إنه ترجمان القرآن من هو ابن عباس الصحبي الجليل رضي الله عنه و أرضاه نعم أحد العباجلة الكبار إذا نظرت في كتب التفسير كان هو الرأس وإذا نظرت في كتب الحديث كان هو الرأس وإذا نظرت في كتب الفقه كان هو الرأس وإذا نظرت في أي باب من العلوب الشرعية كان هو الرأس وما ذلك إلا بفضل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لم يكن هو الذي راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم ونصح النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا وقال له يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر ما رواه الترمذي وأحمد إنه بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فصار إماما حتى للصحابة وكان هو الأصخر كان صغيرا كان صغيرا جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله وابن عباس لا زال صغيرا لم يتعد الحادي عشر من عمره إن ابن عباس أصابته دعوة النبي بالخير صلوات الله وسلامه عليه واستجابه الله جل وعلا ولذلك فإن المطايا كنا تأتين إليه من كل فج وصوب وإن الركب كانوا يأتون إليه من كل فج وصوب لسؤاله في دين الله جل وعلا وللتعليم منه من دين الله جل وعلا أتاه الفقهاء أتاه المفسرون أتاه المحدثون أتاه الحفاظ أتاه العلماء أتوا إلى بابه من كل فج وصوب حتى يتعلموا منه وما ذلك إلا بفضل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لما دعا له قائلا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل نعم دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل مرة ثانية اللهم فقه في الدين ونحن نعلم تماما أن من تفقه في الدين فهو الذي أحبه رب العالمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين والحديث صحيح في الصحيح أما الذي لم يتفقه في الدين والعياذ بالله رب العالمين فهو مبغوض من الله رب العالمين قال ابن التيم ومن انظر ومن لم يريد الله به خيرا لم يفقه في الدين وعند التبراني في الكبير من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة فهذا جاهل بالآخرة هذا الذي لا يمتلك فقها ولا تفسيرا ولا حديثا ولا علما هذا والعياذ بالله جل وعلا من سخط الله عليه ولذلك ابن عباس دعا له النبي فقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل ففقاه الله في دينه جل وعلا نعم ورزقاه الله جل وعلا التأويل فكان من أعظم المفسرين ولذلك حينما نفتح أي كتاب من الكتب المعتمدة في التفسير نرى أول ما نرى في تفسير قول الله جل وعلا قال ابن عباس قال ابن عباس قال ابن عباس فيما صح موقوفا عليه أو فيما رفعه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه إذن هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بأن يفقه الله في الدين وبأن يعلمه التأويل استجاب الله جل وعلا له فكان إماما من أئمة هذا الدين إلى أن يريث الله الأرض ومن عليه الدعوة الثالثة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه لأنس بن مالك لما ذهبت به أم سلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما تعدى العاشرة من عمره وجعلته خادما لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم طلبت ورجت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فدعا له بالبركة ولذلك أصابته الدعوة بالخير فبارك الله له في عمره فتعدى المئة من عمره تعدى المئة من عمره قيل أنه بلغ المئة عام وقيل بلغ الثلاث فوق المئة عام وقيل بلغ التسعة فوق المئة عام وبارك الله له في ذريته فارزقه الله ذرية عظيمة وبارك له في ماله ولذلك ذكر أهل العلم من الفضائل ومن المكارم ومن الكرامات له في البركة في المال ما لم تتحمله الحلقة بالنسبة لوقتها في أن تسع الكرامات التي جرت له من رب البريات حتى في نخيله حتى في أرضه حتى في ماله لما أصاب ذلك من البركة أي من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لن أطيل بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لماذا؟ لأني قلت ربما يقول البعض إن الكلام بالنسبة لجلالات الكتاب أن تتحدث عن النبيين والصديقين بالنسبة لأدعية النبي أن تتحدث عن دعاء نبي عن دعاء إمام مقدم ورئيس مبجل يستجيب الله دعاءه إيه تناء بغير ذلك أقول خذ على سبيل المثال لا على سبيل الحصر الصفحة رقم 111 في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة أتيك ببعض النماذ خذ على سبيل المثال لا على سبيل الحصر هذا هو البراء ومن هو البراء؟ إنه البراء بن مالك إنه الشقيق لأنس بن مالك الذي كنت أتحدث عنه الآن إنه الشقيق لخادم النبي صلى الله عليه وسلم أتحدث عن البراء بن مالك هذا البراء عجيب أمره هذا البراء عجيب أمره اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي وهو صعيح فيه يقول كم من أشعث أغبر والبراء كان أشعث أغبر انظروا كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له يعني ما حدش يلتفت إليه بمعنى أنه انطلق الأبواب لا تفتح له وإن تحدث في المجالس لا يستمع له وإن نكح النساء لا تنكح له ما في حد يأبه له ما في حد ينظر له أهو رب أشعث أغبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ذلك رب أشعث أغبر ذي طمريني لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره لو أقسم على الله لأبره هو الذي يقسم على الله جل وعلا لو أقسم على الله لأبره منهم البراء حديثه هكذا منهم البراء أي البراء ابن مالك ولذلك قلت الحديث صحيح وذكره تعقبا على موقف البراء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الصفحة الحادي عاشرة فوق المئة استمع ماذا جرى هذا البراء كان إذا اشتدت الحرب كما قال شيخ الإسلام وغيره ذكر ذلك أيضا الحافظ بن كثير ذكر ذلك أيضا الإمام شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله ذكر ذلك ابن العماد ذكر ذلك أبو الفرج بن الجوزي أيضا المهم أنه كان إذا اشتدت الحرب مع المسلمين يعني على المسلمين من قبل إعدائهم يقولون يا براء أقسم على الله أن ينصرنا فيقول يا رب أقسمت عليك أقسمت عليك وفي غزاء كانت الكفة لأعداء الله جل وعلا فقالوا يا براء أقسم على الله أن يمنحنا أكتافهم فقال اللهم إني أقسم عليك وفي مت يا رب إني أقسم عليك لما منحتنا أكتافهم أي نصرتنا عليهم وجعلتني أول شهيد بالمعركة انظر إلى الدعاء إنه مكون من شطرين يا رب إني أقسم عليك لما منحتنا أكتافهم أي أن تنصرنا عليهم وأن تجعلني أول شهيد بالمعركة قالوا ففي ساعة واحدة منحنا الله أكتاف العدو فانتصرنا عليهم وكان أول شهيد بالمعرك اللي هو البراء واستجاب الله منه الدعاء أمر عجيب وخضب جسين وهو صحابي جليل ما تحدثت الآن عن نبي من الأنبياء ولا عن رسول من أولي العزم أبدا ولكني تحدثت عن صحابي قال النبي في أمره رب أشعث أغضر ذي طمريني لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء ولقي الله شهيدا أيضا سعيد بن زيد عقب شيخ الإسلام أيضا على هذا بسعيد بن زيد ومن هو سعيد رضي الله عنه أرضاه الصحابي الجليل صاحب الدعوة المستجاب الذي لو أقسم على الله لأبره انذر في موقف مع أروى بنت الحكم وهذه أيضا في الصفحة الحادي عشر فوق المئة ذكرها شيخ الإسلام وذكرها أيضا في هذا الباب شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ماذا جرى سعيد بن زيد كانت له أرض تنازع عليها مع أروى بنت الحكم وإن الأرض كانت له إلا أنها أقسمت أن الأرض لها فترك الأرض لها وقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها انظر إلى الدعوة اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها فقامت في الليل كي تقضي حاجتها انظر الدعوة خرجت الدعوة انظر كيف يصيب السهم الغرضة انظري هي دعوة في نفس الليلة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا أهلا وسهلا حفظك يا شيخ حياك الله وبرك فيك بارك الله في عمرك يا شيخ على هذه الحلقة الجميلة وحفظك الله من كل سوء أعطيك يا شيخ الدعيلي لأنني أريد أن أخشك لك سيدانا ربنا سهل إن شاء الله أسأل الله جل وعلا أن يقدر لك الخير أن يقدر لك الخير وأن يجعل لك كلية الصيدلة وأن يجعلك فيها من الصالحات النقيات التقيات النافعات للأخوات والبنات بارك الله وفهمك يا شيخ بنا عليك يا شيخ عيسى الحضر تسأل فضلي أهلا يا شيخ أنا في بعض أخيان بغضا من الدعاء فهل ده تكبر عن الدعاء حاضر أجيب إن شاء الله حاضر شكرا يا شيخ أهلا وسهلا حياكم الله السلام عليكم طيب أقول بإذن الله جل وعلا سعيد ابن زيد دعا دعوتها اللهم إن كانت كاذبة فأعمي باصرها واقتلها في أرضها هي دعوة وخرجت بنا ننظر إلى الأثر في هذه الليلة قامت في الليل تريد أن تقضي حاجتها في أرضها فبين هي تمشي في الظلام إذ تعثرت بالبئر إذ تعثرت بالبئر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ أهلا وسلام حياك الله أهلا فالله أن يطيل عمرك في عفيته وطعاته وأن يبارك في عمرك وأن يحفظك آمين بارك الله فيك هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كما يقول أبائنا الكبار بحق جاه النبي لا أبدا لا يجوز وسأوضح الأمر إن شاء الله تقصر لا يجوز توسل بجاه النبي سأوضح المسألة إن شاء الله جل وعلا على رأسي أسأل الله يبارك في عمري وأن يجعلك من الصالحين قلت بإذن الله جل وعلا أو سعيد بن زيد داع عليه أن يعمي بصرها وأن يقتلها في أرضها لذلك يا تعثرت لماذا لأن الله أعمى بصرها فلم ترى طريقها في أرضها ويتحفظ أرضها هي تحفظها ولذلك أعمى الله بصرها فتعثرت في بئر فسقطت في هذا البئر فماتت من لحظتها انظر إلى الاستجابة أعمى الله بصرها وقتلها في أرضها وهذه بالنسبة لسعيد بن زيد في دعواته على أوروى بنت الحكم طيب هذا أبو مسلم الخولاني الخولاني كما أنطقه أنا ضبطا الخولاني ولذلك لن أذكر كل ما جاء عنه فإنما جاء عنه كثير لا يسعوه حلقة ولا ثنتان ولا ثلاث ولكن سآتي بالجديد في هذه الحلقة ذكر الحافظ بن كثير في فتح به رسير وأيضا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وغيروا الاثنين رحمة الله على الجميع أن أبا مسلم مشى وهو ومن معه من العسكر في نهر الججلة يعني على ججلة الكلام الحين ربما يقول قائل إن الشيخ يحكي ضروشة أبدا لا أحكي ضروشة ولا أميل إليها ولا أحب أمر الضروشة على الإطلاع لكني أؤمن بالكرامة والكرامة لا ينكرها إلا الروافط قبحهم الله الكرامة كما قال شيخ الإسلام نؤمن بها أهل السنة والجماعة أما الذي ينكرها هم الروافط قبحهم الله جل وعلا انظر ما نجر كان يمشي هو ومن معه من أصحابه على نهر الججلة أن للعقل أن يتقبل ذلك هم بخيولهم يمشون على الماء نعم ذكر شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله ذكر شيخ الإسلام ابن تيمين رحمه الله ذكر الجميع من أصحاب التراجم أن سعد لما نام وراء الرؤية وهو يريد أن يحارب الفرس وإن الفرس قد تترسو في السفن هناك وسعد لا يستطيع أن يصل إلى برهم على الإطلاق ما كان منه إلا أن نام ورأى رؤية بأنه قد مشى بجنده وبخيله على الماء حتى وصل وفتح الله له فحكى ذلك لسلمان الفارسي ولذلك ما كان من سلمان إلا أن دعمه وذكره بالآيات البينات التي تدل على ناصر دين رب البريات ولذلك خطب في الناس قائلا أيها الناس تذكروا قول الله جل وعلا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها أيها الناس تذكروا قول الله جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ثم قال سنقتحم النهر إن شاء الله وكان النهر يرمي يرمي بمعنى النهر مليان حتى إنه فايض هكذا على البر يعني لو سعدت فيه الخيول بعضها فوق البعض لأغرق لكنه توكل على الله جل وعلا وقال لأتباعه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ليس الدرواشة ولكن بسند متصل صحيح ماذا جرى قال من يحمي ظهورنا فجاء عاصم وقال أنا أحمي الظهور ثم أخذ معه ستين أخذ معه ستين من الشجعان من الأبطال ليحموا ظهور هؤلاء ثم قال لتقفز الخيول الأنثى وليتبعها كل ذكر لماذا لأن الأنثى ستجر الذكر من خلفها ولذلك توكلوا على الله وانطلقوا فوق الماء قالوا فوالله لقد ننزلت الخيول في النهر وإن النهر لا يرمي بزبده ثم ما كان الماء يصل إلى ذيول الخيل بحفظ من الله وعناية ورعاية لم يقف الأمر عند هذا الحد بل قال ابن كثير وقال غيره حتى أن الرجل كان يحكي مع صاحبه وهو في النهر وكأنهما على اليابسة يعني هيئ الله جل وعلا الماء فكان الماء بمثابة اليابسة التي لا تغرز فيها الخيول فكانت الخيل تمشي على الماء هكذا كأنها تمشي على اليابسة وهذا يتكلم مع صاحبه بأمان ولذلك قال لهم أبو موسى وقال لهم أبو مسلم الخلاني هل فقد أحدكم شيئا هل فقد أحدكم شيئا فقال رجل أنا فقدت متاعي وفي رواية فقدت مخلاتي مخلاتي فقدتها قالت بعني فتبع قال اللهم إني أقسم عليك أن تردها علينا فوجدوها معلقة على جزر معلقة يعني على عصا صغيرة في الماء فأخذها وأعطاها لذلك بإذن الله جل وعلا ثم نصرهم الله على أعدائهم حتى أن أعدائهم كانوا يقولون أجمس أجمس أي مجنين جن جن شياطين مش بشر على الإطلاق ولذلك نصرهم ربنا جل وعلا أتدرون لماذا بسبب العقيدة الصحيحة في القلوب وبسبب الدعاء بسبب الدعاء إن أمتنا حاليا بحاجة إلى الأمرين العظيمين بحاجة إلى تصحيح العقيدة لا نريد هؤلاء الذين يذهبون إلى الأضرحة ويطفون حولها لا نريد هؤلاء الذين يقبلون الأعتاب لا نريد هؤلاء الذين يقبلون الأضرحة لا نريد هؤلاء الذين يستغيثون بالموتة لا نريد هؤلاء الذين يذبحون للموتة لا نريد هؤلاء الذين ينظرون للموتة لا نريد هؤلاء الذين يدعون الموت ويدعون رب الارض والسماء لا هذه عبادات وصرفها لغير الله جل وعلا شرك اكبر والعياذ بالله جل وعلا اننا بحاجة الى تصحيح العقيدة اننا بحاجة الى عقيدة صحيحة في القلوب في الصدور لا تتزلزل وان تزلزلت الجبال الراسيات نعم اننا بحاجة الى عقيدة ثابتة راسخة لا تتزلزل من اليهود ولا من اعداء الله جل وعلا ولا من اي مخلوق كام لانه لا يجتمع في القلب الخوف من هؤلاء مع الخوف من رب الارض والسماء لا اتخشونهم فالله حق ان تخشونوا ان كنتم مؤمنين ان الخوف لا يكون الا من رب الارض والسماء وان الذي يملك الحياة والممات هو رب الارض والسماء وان الذي يملك كل شيء هو الله جل وعلا وان النصرة لا تكون بالكثرة ولا بالعدد ولا بالعدة ولا بالحدي ولا بالحدي ولا بالقنابل الذرية ولا بالقنابل النووية لا أبدا إنما النصرة تكون من قبل رب الأرض والسماء إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم احفظ الله يحفظك إن النصرة من عند الله جل وعلا فاستغذ به أكثر من الدعاء أكثر من الدعاء يبنى فلسطين أكثر من الدعاء حتى ينصرك الله جل وعلا على اليهود الملاعين يبنى فلسطين أكثر من الدعاء يبنى أفغانستان أكثر من الدعاء حتى ينصرك الله على هؤلاء الكافرين يبنى العراق أكثر من الدعاء حتى ترتفع راية أهل السنة من جديد إلى آخره إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرة ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ثم بعدها بآية يقول ربنا جل وعلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنام ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا الزحفة فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله أكبر نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبروا إننا بحاجة إلى عقيجة صحيحة وإلى إلحاح في الدعاء إلى رب الأرض والسماء أن ينديانا الله جل وعلا من كيد أعدائنا وأن ينصر المسلمين جميعا وأن يوحد كلمتهم وأن يجمع صفهم وأن يجعلهم على قلب واحد نعم إن الأمة بحاجة إلى ذلك لذلك فإني أوسي الآباء أوسي الأمهات أوسي الإخوان أوسي الأخوات أوسي الأبناء أوسي البنات أوسي الجميع بالإلحاح في الدعاء على رب الأرض والسماء أن ينصر الله الأمة وأن يجعل كلمتها واحدة وأن يوحد صفها وأن ينصرها على أعدائها إنه لي ذلك والقادر عليه ولولا أن الوقت انتهى لأفضت في ذلك غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته